البعض يقول من الجميل أن نشتغل وأن نطور قوانين متقدمة ونحينها ونشتغل بشكل تشاركي مع كل الفرقاء حتى يكون الجميع راضي في نهاية المطاف لكن ذلك يستغرق الكثير من الوقت هناك الكثير في خضم ذلك الكثير من الحالات الاجتماعية بعض الفنانين يعانون وضعيات اجتماعية صعبة كثير منهم من الأجيار الصاعدة تتطلع أن يكون لها أمان مهني وظروف اشتغال وفق معايير الشفافية التي يقول الأستاذ الرجاجنبي أنها بالفعل ليست في المستوى المطلوب أنا لدي تدخل بسيط أرجعنا أستمع الأستاذ الرجاجن أنا لا أريد أن أذكر الأسماء لا أريد أن أذكر الأسماء فنانين في الآوين الأخيرة تابعنا بعض الحالات الاجتماعية التي كانت فيها الكثير من العتب الكثير من العتب تفضل أستاذ الرجاجن قلنا بأن هناك تعاضضية تعاضضية الفنانين والتي هي مرتبطة بتسجيل يعني أن الفنان يمشي للتعاضضية ويؤدي المساهمة نحن نعرف من التعاضضية والإخوة أظن كانوا مسؤولين في الأجهزة دي لها أنها تتخذ 83% على عاتقها بالنسبة للفنانين فمجموعة الفنانين اللي يعيشوا دابل هاشاشا هم اللي ما أدوش ديك تقصيرا منهم تقصيرا نعم أو عدم المعرفة وهذا تطور نتع المهنيين اللي يمكن موصلوش لواحد المجموعة للفنانين اللي كيعيشوا هاد الظروف هدي حاليا ورغم ذلك فهناك مبادرات من الوزارة لحد من هاد